بسم الله كنا في الجزء الأول خدنا الدرس أو الجزء التمهيدي اللي هو خاص بالدرس ده زي ما قلت لك الجزء التمهيدي مهم جدا لأنه هو ده اللي هيخليك تقدر تشتغل معانا في الدرس كويس جدا فعلى بقى نبدأ الدرس بتاعنا الأساسي بعنوان التفاعلات الكيميائية يعني ايه تفاعل كيميائي؟ قال التفاعل الكيميائي هو كسر الروابط الموجودة في جزيئات المواد المتفاعلة وتكوين روابط جديدة في جزيئات المواد الناتجة من التفاعل تعالى كده ليه شرح كلام ده بهدوء يعني ايه قصة سيدي انت خدت في سنة أول عدادي برضو ان في حسمها الروابط الكيميائية وعرفت ان الروابط دي ممكن تكون روابط أيونية وروابط تساهمية انا لما يجي يحصل معايا تفاعل يكون عندي العناصر الموجودة في المتفاعلات او المركبات الموجودة في المتفاعلات تكون مربوطة ببعضها بروابط تبدأ الروابط دي يحصل لها كسر كسر في المتفاعلات او كسر في روابط المتفاعلات وبعد ما قسر الروابط اعمل روابط جديدة تكوين روابط جديدة في النواتج هو ده تعريف التفاعل الكيميائي يبا التفاعل الكيميائي شباب بيأسر حكي إيه؟ بكسر الروابط القديمة عشان أكون روابط جديدة تعال انا أقول لك كده مثال A B كده يعني زي سين وصاب لو انا عندي مركب اسمه A B ومركب اسمه C D هنا كان فيه ربطة ربطة ما بين A وال B ربطان ببعض وربطة ما بين C وال D ربطان ببعض لما أنا حطهم يتفاعلوا مع بعض وخلطهم كده عشان يتفاعلوا مع بعض وأعمل تسخين أو أعمل حط أعمل حفاز أي حاجة يعني تساعد على التفاعل وأقلبهم وخلطهم ببعض إيه لا يحصل تبدأ الرابطة اللي هنا دي تتكسر والرابطة اللي هنا دي تتكسر هي كمان لما أنا كده عملت إيه؟ كسرت الروابط القديمة فلما كسرت الروابط القديمة خلت الـ A بقاعد لوحده والـ B لوحده والـ C لوحده والـ D لوحده طيب ده كده النص الأولاني كسرت الروابط القديمة اللي موجودة بين المتفاعلات مش هنا ده ده اسمه متفاعل وده اسمه متفاعل كسرت الروابط اللي بواه وبعدين كونت روابط جديدة إزاي بقى؟ قالك هناخد الـ A مع الدين وربطهم مع بعض بربطة جديدة تلاقي الـ A والـ D يرتبطوا مع بعض ربطة جديدة والـ C يروح للـ B ويرتبط معها بربطة جديدة ينبنى كده عملت كسر للقديمة وتكوين وتكوين روابط جديدة هو ده تعريف إيه؟ تعريف التفاعلات الكيميائية ينبنى لو جيت سألتك بقى إيه هو تعريف التفاعلات الكيميائية؟ هتقول لي هي كسر الروابط الموجودة بين جزيئات المواد المتفاعلة وتكوين روابط جديدة بين جزيئات المواد الناتجة ما قولي قبل السهم اسمه متفاعلات أو مواد متفاعلة واللي بعد السهم اسمه مواتج أو مواد ناتجة هو ده التعريف اللي معنا بقى التعريف هو التفاعل الكيميائي هو كسر الروابط الموجودة في جزيئات المواد المتفاعلة قد النص الأولاني كسر الروابط اللي موجودة بين جزيئات المواد المتفاعلة النص الثاني وتكوين روابط جديدة في جزيئات المواد الناتجة من التفاعل هو ده كده تعريف التفاعل الكيميائي كسر الروابط القديمة فكوين روابط جديد طيب احنا عندنا بقى التفاعلات الكيميائية دي مهمة يعني طبعا التفاعلات في حياتنا مهمة جدا من غير التفاعلات حياتنا مش هتتم ياه بالدرجة دي اه ازاي على سبيل المسال جوه المحرك بتاع السيارة مطور بتاع السيارة بيحصل احتراق للبنزين فالبنزين بيولد طاقة زي ما انت خدت في سنة والاعدادي الطاقة دي هي المسببة لحركة السيارة يبقى ده تفاعل كيميائي بيحصل بيحصل احتراق ما الاحتراق ده عبارة عن تفاعلات كيميائية اصلا فتطلع طاقة طاقة تتحول لطاقة حركية تحرك العربية دي حاجة حاجة تانية عملية البناء الضوئي اللي هي اصلا اساس الحياة من غير عملية البناء الضوئي دي الحياة كلها على وجه الارض تنتهي عملية البناء الضوئي دي عبارة عن تفاعلات كيميائية ازاي؟ ايوة بيتفاعل الماء اللي بيمتصه النبات مع ساني اكسيد الكربون فبيكون النبات غذائه ويطلع علينا غاز الاكسوجين اللي بنتنفسه عشان استمر في المصانع قال لي عشان تقدر تنتج الياف واسمدة ومش عارف وادوية ومواد بلاستيك والادواء كل الحاجة اللي احنا نستخدمها عبارة عن تفاعلات كيميائية بيحط كذا على كذا عشان يعمل الدواء ده يحط كذا على كذا يكون مادة بلاستيك يستخدمها يعمل منها مش عارف كرسي يعمل منها مش عارف حصو ايه؟ حاجات كتير فالتفاعلات الكيميائية بتدخل في كل حاجة حوالينا كل حاجة حوالينا حرفيا يدخل فيها التفاعلات الايه؟ فلذلك التفاعلات الكيميعية لها أهمية كبرى في حياتنا لأنها موجودة في كل حاجة حواليا طيب أنواع التفاعلات الكيميعية كتير كتير جدا إحنا علينا بنها السنة دي 3 أنواع أنواع التفاعلات الكيميعية которой نجلسها السنة دي 3 أنواع هم دول التلاتة أسميهمهم تفاعلات الانحلال الحراري والنوع الثاني الإحلال والنوع الثالث الأكسدة والاختزال يبقى عندنا كم نوع من أنواع التفاعلات الكيميائية يا شباب عشان الناس بقى تصحصح معايا كده للناس اللي أنا مش سمع لسه أنواع التفاعلات الكيميائية كم نوع يا شباب أنواع التفاعلات الكيميائية كم نوع ثلاثة اللي هما انحلال حراري وإحلال والاختزال أهم تعال نكتبهم كده مع بعض أهم عشان الناس إيه صح صح وإحنا بنقول إيه بنقول أنواع التفاعلات الكيميائية ثلاث أنواع اللي هم مين واحد الانحلال الحرار اتنين الاحلال ثلاثة الأكساد والاختزال يبقى أنواع التفاعلات الكيميائية اللي هندرسها السنة دي مع بعض ثلاث أنواع انحلال حراري إحلال أكسادة واختزال طيب الإحلال ده هو بالمناسبة في منه نوعين إحلال بسيط وإحلال مزدوج إحلال بسيط وإحلال إيه مزدوج طب كل واحد منهم كانت أنا أخذ عنه فكرة كده من تعريفه إنحلال إنحلال يعني إيه إنحلال؟ يعني بينحل يعني إيه إنحل؟ يعني يتفكك حراري يعني بالحرارة يبقى معنى كلمة إنحلال حراري يعني مركب يتفكك بالحرارة يعني أنا هجيب مركب وسخنه فيتفكك يتفصل بالحرارة إلى سين وصالد يعني أنا عندي مركب كده اسمه مثلا اسمه إيه بي على بعضه كده يبقى الإيه والبي دول كانوا لازقين في بعضه مربطين ببعضه لما هسخنه هنعمل مسلس كده على السهم معناها تسخين معناها حرارة هلاقي الإيه بقى لوحده والبي بقى لوحده كده يبقى تفكك بالحرارة ده معنى تفاعلات الإنحلال الحراري اللي إحنا هندرسها أول نوع معنا النوع الثاني اسمه الإحلال يعني إحلال إحلال يعني عنصر يحل محل عنصر آخر فيه فيه من عندي نوعين إحلال بسيط وإحلال مزدوج واحد يدخل مكان واحد يحل محل يدخل مكانه فيه عندي إحلال بسيط وإحلال مزدوج أدي لك برضو مثال سريع كده زي كده أو بي إحلال بسيط يعني إبقى عندي عنصر قاعد لوحده ومعه مركب زي كده بي سي إيه اللي يحصل تلاقي العنصر ده لو هو نشيط هيدخل مكان العنصر ده فيعمل إزاي بدل ما هو إيه لوحده والبي والسي مع بعض لا هو هيدخل هو مكان البي ويرتبط هو بالسي ويطرط البي الواحده ده كده أسميه إحلال بسيط طب المزدوج المزدوج يكون عندي عنصرين مع بعض أو بي وعنصرين مع بعض سي و دي فيحصل إيه إحلال مزدوج مزدوج إزاي يعني فيه اتنين هيتبدلهم ده هيروح مع ده وده هيروح مع ده يبدلهم يعني ال ايه بدل ما كانت واخد البي لا هتاخد الدي فيدينا ايه دي والسي بدل ما كانت مع الدي لا خدت البي سي بي ده إحلال مزدوج يبقى الفرق يبقى إنحلال معناه مركب بالحرارة يتخك إلى عناصره أو إلى مركبات بس مركبات صغيرة طب الإحلال إحلال يعني عنصر يحل محل عنصر في عندي نوعين إحلال بسيط وإحلال مزدوج إحلال بسيط يعني عنصر قاعد لوحده يحل مع حل عنصر تاني وخلاص خلاص أما مزدوج لا هيبقى فيه إحلالين ده هيرتبط بدا وده هيرتبط بدا الطرفين مع بعض والوسطين مع بعض أما الأكسادة والاختزال فده موال طويل ولو مفهومين أو تعرفين مفهوم تقليدي ومفهوم إلكتروني وده هناخده بالتفصيل آخر حاجة في الدرس الدرس بتاعنا الأول كله بيتكلم عن الثلاث أنواع دول بالتفصيل وده اللي إن شاء الله نبدأ به إن شاء الله في الأسبوع القادم بإذن الله نحن بعد ما عرفنا التأسيمة دي كده نبدأ إن شاء الله بأول نوع فيهم اللي هو تفاعلات الإنحلال الحراري لو زي ما قلتلك كده مركب بالحرارة يتفكي إلى العناصر بتاعته وده في منه خمس أشكال ناخدهم إن شاء الله بالتفصيل في الحصة القادمة أتمنى أتمنى زي ما قلتلكم من أول الحصة نشوفكم معنا من الحصة الجاية تنورونا أتمنى الناس تسرع بالانضمام للأكاديمية عشان تبقوا معنا إن شاء الله من يوم الحد ما يفوتكوش حاجة وزي ما قلتلك المنهك الترمي التاني المنهك طويل والوقت قصير فمش عايز كسل وعايز واحد شادت حيله وبيحضر أول بول وبيحل واجباته أول بول وبيحل التقويمات بتاعته أول بول عشان ما يبقاش متأخر حد عايز يسألني عن أي حاجة قبل ما نقفل يا شباب شكرا لحبيرتك كمسر شكرا لكم ونشوفكم على خير إن شاء الله الصيام عليكم وحتلال بركة شكرا لكم